بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أودع رقوم الحروف بدائع أسراره أسراره الربانية وركب معاني أسمائه وفجر منها ينابع الأعداد وبحور الأوفاق بمواهب أنواره ووكل روحانية تقوم وتخدم أربابها في جميع المطالب ففتح بساط الأنس وأطلع من شاء من الإنس ومن الشيوخ على عجائب ملكوتها وذلك لمن أخلص منهم في العبادة أحمده أحمده ربي وأشكره على ما أولان من مواهب آلائه وعلى مزيد إحسانه وفضله ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر بوحدانيته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم رسله وأنبيائه أما بعد أيها الأحباب الكرام أيها الفضلاء الأعزاء ليكن في علمكم أن للأسماء تجليات أن لأسماء الله الحسنى تجليات شتى وكثيرة وأسرار لا تتناها وإن تناهت الأيام والأعمار مصداقا لقوله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ومن خلق الله من شيء فإن من تلك التجليات اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم المسخرات وتنوع المخلوقات في الصور واللغات وتعدد الأشكال والألوان وتطور الأحوال في الإنسان وفي الحيوان والنبات والجماد وغير ذلك من بدائع المخلوقات وروائع المصنوعات وعظمة الأسماء أكبر من أن يكشف عنها نقاب سمعوا إن عظمة الأسماء أكبر من أن يكشف عنها نقاب أو يصل إلى عظمتها أول الألباب مصداقاً لقوله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب فانظر أيها اللبيب أيها الطالب أيها السالك الحبيب رعاني الله وإياك إذا حصل لك قبض فماذا تصنع طبعاً تقول يا باصط صرف عني ما أنا فيه وإذا كنت عاصياً فإنك ستقول يا تواب تب علي وإذا كنت مريداً تقول يا شافش فيني وإذا كنت ضعيفاً تقول يا قوي قويني وإذا كنت ضعلاً تقول يا هادي اهديني وإذا عطشت وإذا عطشت طلبت الماء ممن أنزله من السماء فإذا نحن بحثنا فإذا بحثنا جيداً عن لذائذ الحياة وجدناها تدفعنا إلى الرذائل ولا تعم فمن فتح للشر باباً فتحت أمواب أمامه أبواب وهذه نزوات لا يطرق بابها أحد إلا يسر له أسبابها الشيطان اللعين وأغراه من فنونها بألوان وألوان فلندع الدنيا ولدائذها ولنسبح في ملكوت الأسماء اشتغالاً بالله عما سوى إننا أيها الأحباب أيها الفضلاء أيها المتتبعون إذا ذكر اسم الله الله اسم الجلالة الله فمن ذكره علمنا أنه مقدس هذا الاسم هذا الاسم مقدس في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وإنه عز شأنه باق باق ببقائه والعبد باق بإبقائه والله والله سبحانه ظاهر من حيث الصفات والأسماء في صور الأشياء من غير أن يحل في شيء أو يحل فيه شيء وإذا قلنا اسم اسمه رحمن أيقن أنه سبحانه وتعالى مصدر الرحمة والحنان وحين نقول يا رزاق نعلم أنه وحده المتكفل بالأرزاق وهكذا نذكر بقية الأسماء على هذا الصياق وعلى هذا النمط والسعيد من من وفقه الله فاشتغل بطاعة مولاه غير معتمد على عمله وتقوى ومن أراد الارتقاء فليعلم أن صفات الله لا تدرك إلا بعد معرفة تأثيرها في الموجودات وبقدر مراتب العلم تكون درجات المعرفة ومثال ذلك عند ذكر اسم الله تعالى رزاق نتصور كم من ملك وإنس وجان ونبات وحيوان وغير أولئك يرزقون من أقوات المشاهدات ما به حياتهم ويسقون من رحيق المكاشفات ما به بقاؤهم وتعجب تعجبوا معي أيها الفضلاء كيف خلق الله الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين فسبحان فسبحان من كان ولا موجود غيره ولا رازق سواه سبحانه 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 ربي والآن أيها الأحباب إليكم هذا الدرس هدية مني إليكم في هذا الشهر المبارك السعيد في هذه الأيام الميمونة السعيدة علينا وعليكم أدامها الله سعادة عليكم في الصحة والرخاء فهو تقصيس البيضة يسمى بتقصيس البيضة وهو معمول به معمول به صحيح لمن وفقه الله صحيح لمن وفقه الله وهو كالتالي هذا تقصيس البيضة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أكتب هذا المتلة الآتي أكتبه على بيضة بيضة طاهرة مرسولة جيدا وتكون إذا كانت بنت يومها كان أفضل أكتبه واكتبه أيضا على خرقة كتان نقية خرقة كتان من التوب وحوط به العزيمة ثم صر البيضة في تلك الخرقة واجعلها في آنية مملوء بالماء طاهر مملوء بالماء طاهر مثل القدرة أو غيرها وعزم عليه سبع مرات وعند تمامها أذكر اسم الله تعالى تقول بسم الله وأدخل يدك في الإناء وكسر البيضة تجد مرادك وهو الدراهم أو الضنانير أو الدولار أو الأورو وهو ما يسمى بتقسيس البيضة على حسب سكة الأمير التي هي والعزيمة التي تقرأها سبع مرات كما قلت وهي اللهم يا من عنده مفاتح السر والغيوب اللهم يا من عنده مفاتح السر والغيوب ومصابح أنوار القلوب أسألك أن تكشف لي عن كل سر اسم مختوم وسر مكتوم يا من أحاط علمه بظاهر كل معلوم يا حي يا قيوم أسألك أن تصلي وتسلم على شمس معارف أوليائك ومظهر لطائف أسرارك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطقية وصحابته الأصفية أن تسخر لي روحانية الأقطار وخدام هذه الأسماء أن ياتوني بدراهم على سكة أميرنا وأن تشاهدني وأن تشاهدني غيب كل شيء إنك عليم علام رزاق فتاح إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ يا رزاق وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كله من سهلة هذا بيت ضمياطي من الضمياطية وهذا هو الجذول هذا هو الخاتم الذي تعمله على البيضة وعلى الخرقة ومحاط بسلاطين الأربعة وب أبا بكر وعمارة وعثمان وعلي ومحمد صلى الله عليه وسلم من أركان الأربعة معمر بإحدى هذا هو المفتاح واحد وستين تنين وستين تلات وستين ربعة وستين خمس وستين ست وستين سبعة وستين طاهرة طاهرة لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم وبارك وتحنن وترحم وتعطف وتلطف وتكرم دائما بدوامك كما صليت وسلمت وباركت وتحننت وترحمت وتعطفت وتلطفت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كل ما ذكر ذكا ذاكر وغفل عن ذكرك غافل عدد ما في علمك كائن أو قد كان صلاة ميمونة زكية حنية ترجمة نانسي قنقر